احتفاء بالذكرى الثامنة والعشرون كلية الطب في جامعة النهرين تحتفل بذكرى تأسيسها في ظل عطاءات وإنجازات علمية وعملية تميزت بها عبر هذه المسيرة عن الكليات الأخرى مواكبة للتطور الحضاري والعلمي في العالم والتي تميزت بحضور عدد من أساتذة الكلية وطلبتها فضلا عن المشاركة الفعالة لأساتذة وطلبت كلية الصيدلة حقيقة هذا العام تميز هذا المهرجان بافتتاح مشاريع تضمنت فتح قاعات دراسية جديدة قاعة دراسية فوق الناد الطلابي تسع بحدود 80 كرسي 80 طالب وعدنا قاعتين في القاعات الرئيسية تسع لقاعة 50 طالب وأيضا تم استحداث وفتح مختبرات نوعية مختبر الباثولوجي الجزئي والفحوص الجينية والوغاثة الطبية في مختبر علم الأمراض والطب العدلي هذا الدراسات عليا يخدم الجانب الخدمي وجانب تدريس طلبة الدراسات العليا في الجانب البحثي توج الحفلة بافتتاح مجموعة من المختبرات العلمية الجديدة ومجموعة من القاعات الدراسية التي تتميز بندرتها ومواكبتها للحداثة العالمية في الاختصاصة باعتماد أجهزة حديثة متطورة تسهم في دراسة الأمراض المستعصية منها مختبرات الزرع النسيجي ومختبرات البحث والتطوير في الاختصاصات الطبية المختلفة كان يوما رائعا في جامعتنا الرصينة رائعة التي خرجت على مداد عمرها الثمانية وعشرين ربيعا الكثير من الأطباء والعلماء الذين رفدوا البلد بالكثير من المعلومات وبالكثير من الخدمة التي صبت في النهاية في مصلحة مجتمعنا وأهلنا الذين نحن منهم ونتمنى في هذه المناسبة أن ترفض أيضا كلية الصيدلة الوليد الجديد ذو العام الواحد المجتمع أيضا بصيادة لقادرين على أن يخدموا أبناء بلدهم وأبناء شعبهم نوجه دعمنا الكامل ومباركتنا لطلاب كلية الطب والصيدلة هذا اليوم يوم ربيع الكلية بمناسبة ذكرى افتتاح الكلية حقيقة نحن نعبر عن كامل دعمنا لهم وإن شاء الله هم مستقبلا سيتخرجون ويجون يمنى أطباء وصيادة ونتمنى لهم الموفقية حقيقة بهذا اليوم فيما شهد منهاج الحفل مجموعة من الفعاليات المختلفة قدمت من قبل طلبة الكلية مع عرض فيلم وثائقي عن كليتي الطب والصيدلة كما ساهم عدد من الطلبة في إلقاء الأبيات الشعرية فضلا عن تجسيد عرض مسرحي يمثل وقفة الطلبة والمجتمع في مسانجة القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب لقناة الجامعية إسراء عبد الكريم جامعة النهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة